اشتركوا في القناة وان اختلفوا في سن الجلوغ ان غابت اماراته فما بين قائل بان الحد لا يقام على من لن يتم الثامنة عشر الى قائل بجواز اقامته متى اتم الجان الخامسة عشرة من عمره اختلفت اراء علماء المسلمين في من يطبق عليه الحد من القاتلين ووافق القانون رأي الاولي فلم يجز عقاب من دون الثامنة عشرة بالاعدام وان النيابة العامة طبف اليوم لا تخالف اراء لائم ولا تطلب نقضا لميثاق دولي ابرمته الامة انما تطلب من عدالتكم توقيع اقصى عقوبة على المتهمين وتنشد القائمين على تعديل النصوص والقوانين بالنظر في تشديد العقاب على كل قاتل من فئة المتهمين تبدأ وطائع الدعوة عندما غابت المباجئ والقيم وقلت عند اولياء الامور الهمم فانسلخوا من دورهم وتركوه لغيرهم في وقت زادت فيه وسائل محو الهوية وتربص فيه اعداء الامة لتشويه فتراتها السوية فاستبدلت مجالس العلم بمجموعات السخرية والزمن وبات الاطفال يتعلمون من المنشورات على الحسابات وغدا المراهقون يلهثون الى مواقع التواصل للتعرف الى الفتيات بغير ضابط ولا رابط ومن رحمه الله من مواقع التواصل وجد نفسه امام اثلام باليات تساوي المجرمين باصحاب البطولات فتاه الشباب والفتيات وضيع القيم الثابتات لا تحزنوا اهل الفقيد لا تحزنوا اهل الفقيد انا الى الله الرجعة وانا لمصابكم نمحزونون ونسأل الله يشفي الوجع نحسب نجلكم شهيد سعيد ساكنا جنة المأوى فلقونه يوم الطلاق شفيعا عند ربكم الاعلى هنيئا له جوار ربه نعم الجزاء والمثوى واليوم جئنا بقاتل نجلكم الى القضاة نرفع الدعوة فقمنا بيانها وبرهانها على كل من اضل واغوى يا قضاة الحق يا قضاة الحق جئناكم بالامانة اليوم نسعى فاقدوا جزاء وفاقى لكل قاتل في الارض يسعى ما قصدنا الا جزاء عادلة راجين حق اصحاب البلوة ويا قوم كلكم راع وكلكم مسؤول لدى المولى فارعوا صغاركم فارعوا صغاركم قبل الوقوف بين يدي الله الاعلى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة